بعد حصولها على جائزة اعتراف دولي من قبل المنظمة الدولية للتعاون والتقييم عقدت الجمعية المغربية للتقييم اليوم بالرباط ندوة حول واقع ومستقبل المبدأ الدستوري لتقييم سياسات العمومية بالمغرب علاوة على الاحتفاء بهذه الجائزة نتمنى أيضا بذات المناسبة تسليط الضوء على ما تم تحقيقه حتى الآن حول مسألة التقييم بالمغرب وأيضا طرح التحديات التي تعترض سبيلنا وإعطاء محتوى ملموسا لمسألة تقييم السياسات العمومية فتقييم السياسات العمومية كما تعلمون مبدأ دستوري ولكنه يحتاج إلى مضمون وإلى مؤسسات وهيئات وقوانين ومعايير وهي بالمجمل التحديات المطروحة بالمغرب ومنحت جائزة إيفال بارنر إينوفيشن تشالينج للجمعية المغربية للتقييم تقديرا لمشروعها حول مأسسة التقييم على المستويين الوطني والإقليم بأفريقيا واعتبارا لدورها في مأسسة وظيفة التقييم بالمغرب والنهوض بثقافة وممارسة تقييم التنمية ترجمة نانسي قنقر